لتغيير سرعة الصوت يجب تغيير خصائص الوسط الذي تنتقل عبره الموجة الصوتية هناك خاصيتان في الوسط تحددان سرعة انتقال الموجة الصوتية عبره الخاصية الأولى هي صلابة الوسط فكلما ازدادت صلابة الوسط ازدادت سرعة انتقال الصوت عبره لأن جزيئات الوسط الصلب ترتبط مع بعضها بروابط قوية ولذا فإن أي اضطراب في أي جزء ينتقل بشكل أسرع عبر الوسط الخاصية الثانية التي تؤثر على سرعة انتقال الموجة الصوتية هي كثافة الوسط فكلما ازدادت كثافة الوسط أصبحت سرعة الموجة الصوتية أبطأ فكما تعلمون كلما ازدادت كتلة المادة ازداد قصورها الذاتي وبالتالي تزداد مقاومتها للتغيير في الحركة والاهتزازات يمكن جمع هاتين الخاصيتين في معادلة واحدة V رمز سرعة الصوت وB هو رمز معامل المرونة الحجمي ويستخدمه الفيزيائيون لقياس صلابة المادة بوحدة باسكال وهي وحدة قياس الضغط وذلك لأنه يقيس تغير حجم المادة عند تعرضها لضغط متجانس فالمواد شديدة الصلابة مثل المعادن لها معامل مرونة حجمي كبير أما المواد القابلة للضغط أكثر مثل المارشميلو فمعامل المرونة الحجمي لها صغير أما الرمز رو هنا فيشير إلى كتافة المادة وبما أن الكتافة هي الكتلة على الحجم فهذا يعني أنها تشير إلى كمية المادة في جزء معين منها فعلى سبيل المثال الحديد أكثر صلابة من الهواء أي أن له معامل مرونة حجمي أكبر بكثير من معامل الهواء لذا تنتقل الموجات الصوتية بسرعة أكبر عبر الحديد مقارنة بالهواء ولكن كثافة الحديد أعلى بكثير من كثافة الهواء لذا تنتقل الموجات الصوتية بسرعة أقل عبره هل يعني هذا أن الموجات الصوتية تنتقل بسرعة أكبر أم أقل عبر الحديد؟ تبين أن صلابة الحديد الكبيرة لها أثر أكبر من كثافته العالية لذا فإن سرعة الصوت عبر الحديد أكبر من سرعته عبر الهواء بأربعة عشر مرة فلو وضع عادل أذنه على سكة حديد ووقف أخوه سامي بعيدا عنه بمسافة معينة ثم بدأ بضرب قطبان سكة الحديد بالمطرقة يصل الصوت إلى أذن عادل عبر القطبان أسرع بأربعة عشر مرة من الصوت الذي يصله عبر الهواء وهذا يعني أن معامل المرون الحجمي الكبير للمواد الأكثر صلابة يعود عن نقصان السرعة الذي تسببه الكثافة العالية ولهذا فإن سرعة انتقال الصوت عبر المواد الصلبة أكبر من سرعته في المواد السائلة وسرعته عبر المواد السائلة أكبر من سرعته في المواد الغازية لأن المواد الصلبة أكثر صلابة من السوائل والسوائل أكثر صلابة من الغازات لكن انتبهوا فالكثافة مهمة في بعض الحالات فمثلا إذا ارتفعت درجة حرارة الهواء كما يحدث في أيام الصيف تقل كثافة الهواء فينتقل الصوت بسرعة أكبر في الهواء مقارنة بانتقاله في الأيام الباردة فسرعة الصوت عند درجة حرارة عشرون درجة مئوية حوالي 343 مترا في الثانية أما سرعته عند درجة حرارة صفر مئوية 331 مترا في الثانية فقط لذا لا يمكن تغيير سرعة الصوت إلا بتغيير خصائص الوسط الذي ينتقل عبره وسرعة الصوت في العادة أسرع عبر المواد الصلبة من سرعته عبر السوائل وأسرع عبر السوائل مقارنة بالغازات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر